السلام عليكم ورحمة الله لما حدث ما حدث في غزوة أحد قال المنافقون لو أطاعونا ما قتلوا فأصاب ذلك البعض بهم وغم وحزن ولكن مهلا من قتل في سبيل الله فهو شهيد وما أدراك ما الشهيد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تظنن أيها النبي أن الذين قتلوا في سبيل الله وفي جهاد أعداء الدين أموات لا يحسون شيئا وأنه قد ذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بظهرتها وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا خطاب عام لأمته بل هم أحياء عند ربهم في دار قرامته نعم صحيح أنهم فارقوا الحياة الدنيا وما فيها لكن إلى أين عند ربهم وماذا يريد الإنسان أكثر من ذلك ومهما حاولنا أن ندرك ما هم فيه من نعيم وتشريف وتكريم لن نستطيع تلك واحدة أما الثانية فإنهم يرزقون ولكن شتان بين رزق الدنيا ورزق النعيم المقيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد من أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم فقالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لألا يزهدوا في الجهاد وينكلوا عن الحرب فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فأبدل الله عز وجل الهم والحزن والغم بفرح وسعادة وإخبال على الجهاد فاللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك جزاكم الله خيرا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ترجمة نانسي قنقر